السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا تمام ياريد تشوفوا المكتوب على الشاشة امامكم عشان مش عايزة اطول في المقدمة بتاعت كل مرة لاني بصراحة ازهقت من تكرارها النهاردة ان شاء الله احنا اتكلم عن عدة اشارات ودروس بيعلمها ليك ربنا من خلال الحرس الملائكي ومن خلال ذاتك العليا ومن خلال كمان الطاقات الكونية لان زي ما احنا عارفين ان الانسان خليفة الله في الارض جهل الدنيا عشان يكون له رسالة مش لمجرد انه يعيش عشان يتجوز وياكل ويشرب ويخلف وما يكونش له اي دور تاني ولكن هل الدروس الملائكية دي بتيجي لكل الناس؟ اه هي بتيجي لكل الناس لكن فئة معينة بس من الناس اللي بتستوعب الدروس دي اسمهم المستنيرين وبيتعلموها وبيتخطوها وفيه طبعا اللي بيستوعب بعض الدروس وبيتوقف في منتصف الطريق لكن الانسان المستنير ذو الرسالة اللي هو خليفة الله في الارض بحق وحقيقي واللي مختلف عن الجميع هو اللي بيمر بالمراحل دي كلها وبينجح فيها تعالوا نعرف سوا ايه هي الدروس والمراحل دي الدرس الاولاني الالهي من خلال الملاك الحارس واللي كلنا عارفينه هو اللي يالي المظلمة للإيجو او الانة بتاعتنا طبعا انا كنت عملت حلقة مخصصة عن الليلة المظلمة للروح في القناة مفصلة لذلك مش هشرح فيها كتير هنا بس باختصار الليلة المظلمة دايما بتبدأ من خلال صدمة صدمة جمدة بتهزك يا اما فقدان حد عزيز جدا يا اما فراء حد مهم في حياتك يا اما غدر او خزلان او فشل زريع المهم يعني مش مجرد موقف سلبي والسلام بل صدمة عملت لك اختلال في التوازن والليلة المظلمة دي بتكون امتحان قوي جدا مش اي حد بينجح فيه لانها كمان ممكن تطول بتفرق من شخص لشخص حسب استيعاب كل واحد واحد استيعابه بطيء ممكن تقعد الليلة المظلمة معه سنين لدرجة ان ممكن يفتكر ان ده قدره وناس ممكن تقعد معهم سنة وممكن سنتين حسب بقى فهمك وتعلمك من الدرس ده مش بس الليلة المظلمة امتحان قوي عشان مدتها طويلة بل عشان الانسان فيها بيوصل لأقصى وأصعب مشاعر ممكن يمر بيها على الاطلاق بتكون الدنيا سودة تماما بمعنى الكلمة في وشه فيه كتير للأسف مش بيتخطه الدرس ده لان فيه اللي بيفكر في الالحد ويقولك هو ربنا فين وسيبني كده ليه يبقى استغفر الله العظيم بقى مفيش ربنا ويبتدي مخه يتعوج وهو ما يعرفش ان اصلا ربنا متعمد الدرس ده عشان هو يتعلم وفيه اللي مؤمن بربنا عادي بس انسان اتكالي ويقولك خلاص ربنا بقى كاتب لي الشقة والحزن فحفظ الحزين ويفضل بقى يلتم ويشتكي وفيه بقى اللي بيتجه اتجهاته منحرفة خالص ويقول خلاص بقى نبايع الدنيا والمبادئ ومفيش حاجة تستاهل ويبقى بقى ايه شخص منحرف لا تعليق وفيه اللي ممكن يمرض بسبب النفسية المحطمة ويدخل في اكتئاب وهلوسة وده بيسبب له امراض روحية ونفسية وجسدية وده طبعا بيكون هدية جهزة للشيطان فيه بقى احسن واحد فيهم واللي بينجح في الدرس ده وبياخد عشرة على عشرة بيبدأ يفوق بعد فترة الحزن والفشل ويقرر انه ينجح في اي حاجة متاحة امامه ولو ما فيش اي حاجة متاحة بيقوم يخترع اي حاجة بقوة الارادة او يشوف حتى المجالات النجحة في الحياة دلوقتي ويشترك فيها حتى لو ما كانش درسها في الكلية وممكن كمان ياخد كورسات ويتعلم حاجات جديدة خالص في حياته ويغير الطاقة بتاعته والترددات كلها ويمشي بمبدأ اكون او لا اكون تاني درس معنا اللي هو التوحيد الانسان اللي قرر يقف على رجليه في اجتيازه للليلة المظلمة بيبدأ بقى يتجه لربنا بعد مرحلة تخبط كبيرة ايمانه بالله بيزيد بعد ما تأكد ان الدرس الاولاني الهي وبعد ما عرف ان الانسان بيتعلم بضمير فعلا بس من خلال الالم وعشان كده الالم كان رفيق الانبياء والالم هو مرشد ومنقذ الروح لو لاش الكسور وثقوب اللي وجعت وقسرت روحك ما كانش النور عرف يدخل الا من خلالها وبعدها بيبدأ الانسان يفكر يتقرب لله ازاي من خلال العبادات والالتزام في الصلوات والاسكار او الاوراد والمناجاة والخلوات وبكده يكون نجح في تاني درس معنا الدرس الملائكة الثالث معرفة حقيقة الاهداف طبعا فيه غشاوة كبيرة بتكون زالت من على عيون الشخص اللي قاعد يتعلم ويتطور ده فيبتدي يشوف اهدافه على حقيقتها وبيعرف القيمة الحقيقية اللي كانت مستخبية ورا الهدف بتاعه فيعرف ان هدفه ده مش مهم بل المهم هو القيمة والغاية اللي ورا الهدف وبالتالي بيحقق القيمة او الغاية دي باستبدال هدف اخر ارقى واحسن يعني مثلا مثلا وطبعا المثال ده حقيقي وكتير بيحصل وانا متأكدة ان فيه للأسف ناس مش هتتقبله بس هو حصل امام عيني على فكرة واحدة ستة كانت متمسكها جدا بالانجاب هتموت وتخلف عفرت سنين ومفيش فايدة ربنا ما كتب لها لشان هتخلف جوزها في النهاية سبها اتجوزت واحد تاني فالتاني تجوز عليها لما هي بدأت تتطور وعرفت ان خلاص الباب ده مقفول عرفت ان القيمة الاساسية في هدفها انه مش بس الانجاب لا السبيل الحقيقي الوحيد للغاية هو الامومة عرفت ان الرسالة الاصلية اللي هي كانت مفروض تقراها من الاول انها المفروض تكفو اليتيم وكفالة اليتيم اجرها وسوابها اكبر بكتير وإلا ما كانش رسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وشاور على صابعه اللي جنب بعض من عظم اجر كفالة اليتيم فهي اوكي قالت ان حردي غريزة الامومة من خلال كفالة اليتيم وفعلا لقيت نفسها في منتهى السعادة والرضا وفوقها اخدت سواب كبير جدا فزي ما قلتلكم بيبتدي الانسان اللي بيتعلم الدرس التالت يفهم الغاية من ورا هدفه وانه متمسك بالغاية مش بالهدف وان الغاية ممكن يتوصل لها بمليون طريقة وطريقة وبكده بتقع وتتهدم خداسة الاهداف من امام عينه الدرس الرابع الملائكي وهو الظهور بالواجه الحقيقي كل واحد فينا قبل الدروس دي كلها كان بيحب يجذب او بلاش يجذب يعني نقول انا لا اجذب ولكني اتجمل فيه اللي كانت بتبين انها امر 14 فعمالة تحط صورها بالفلاتر مستحيل تتصور الا بالفلاتر والفول ميكب واوضاع بقى معينة فيه اللي كان عايز يبين انه هو مسيطر ومتحكم فيحكي لك انه قد ايه الناس بتسمع كلامه ويقولك لا الصور دي بتاعتي وانا رحت الاماكن دي فعلا ومن تصويري وهكذا بقى من التظاهر وعلى قد ما كانت التظاهرات دي بتبسطنا في الحقيقة الا انها كانت بتبسطنا امدساط مؤقت لان حبل الكد قصير وبنجني عواقبها بعد وقت حتى لو كان وقت طويل الا ان الانسان اللي مر بالتلات دروس الاولانية روحه بتكون اتصفت من شوائب كتير جدا وبتبتدي روحه تنبز وتلفز كل ما هو مزيف نلاقي اللي كان بيبين ان هو مسيطر بيظهر ضعفه عادي دلوقتي البنت ام فلاتر بقت تظهر عادي على طبيعتها الحقيقية حتى لو وشها مليان عيوب عادي بقت بتبينها اللي كان عامل نفسه بيسافر بقى ما بيحطش صور اصلا او يبين صور من بلكونة بيته اللي مش بيفرقه عادي خلاص كل واحد ما عادش مهتم من ناس تشوفه ازاي هو بقى متصالح مع ذاته تماما الدرس الخامس الحدس الحدس كلنا عارفين معناقي لكن بيزيد قوي عند الانسان اللي ما شاء الله عمالي شطب الدروس اللي فاتت اول باول بيكون الحدس عنده روحي زائد خبرة في نفس الوقت خبرة طبعا بسبب الظروف اللي مر بيها وروحي لانه الروح بتاعته قعدة بتتطور وبقى فيه توازن طاقي عنده فبقى بيعرف يحس ويخمن كويس ويتوقع بل وممكن يتنبأ كمان ممكن ما كانش كده زمان بس بقى كده دلوقتي عشان عارفة ان فيه ناس هتقوللي احنا ممرناش بالدروس والمراحل دي كلها وعندنا الحدس الشغال الحمد لله انا بتكلم على مراحل تهزيب الروح والارتقاء حلوين فكون فيه صفات مشتركة متفرقة بينكم وبينهم فده امر ملوش دخل الدرس السادس العزلة على الرغم ان الانسان اجتماعي بطبيعته الا ان الملاك الحارس وذاته العليا بيدفعوه للاعتزال عن الناس وبتكون عزلة مقصودة مش عزلة انطواء ولا عزلة اكتئاب والدرس ده ما بيكونش صعب لان الصعوبات كلها كانت في اللفات اكتر هنا بيكون العزلة اختيار للانسان نفسه بتشجيع من الطاقات العليا لان في العزلة فيه اجتمال روحي اكبر زي كده ما فيه مأكلات لما بتقعد مدة اطول ومقفولة عليها في الفرن او التلاجة بيتكمل السوى بتاعها زي مثلا الدجاج مش هيستوي الا لما تقفل الفرن عليه الجلي مش حينفع تكريه الا لما تسيبيه في التلاجة بالساعات فيه حاجات كمان مش بتكتمل في روحك الا بالعزلة والحاجات دي بتختلف من شخص لشخص صعب احصرها لكن على سبيل المثال مثلا شخص متطور لقى انه في العزلة بيعرف يعمل شغله بشكل افضل او جراحه السابقة بتتشافى بشكل اسرع او لقى ان الطاقات الخارجية ملوسة جدا فبيحس بالراحة وهو قافل طاقته وهلته مع نفسه وبيخرج وقت الضرورة بس وهكذا الدرس السابع توقم الروح بس مش توقم الشعر انا اقصد توقم الروح توقم الروح بتكون العلاقة متنغمة جدا وممكن يكون صديق او اخ او حبيب او ايا كان المهم خلال الدروس دي بيظهر توقم روح حقيقي بقى مش مزايا فيك بتتطور من خلاله وهو كمان بيتطور من خلالك وغالبا توقم الروح اللي بيجي في مرحلة الاستنارة والنطج الروحي هو التوقم اللي بيكمل معاك عمرك كله لانه جاي زي ما بيقوله كده على نظافة يعني بعد ما روحك نطفت فالترددات برضو بتكون نظيفة ومرتفعة زي بتاعتك وبالتالي بيعمر معاك وبتتعلمه من بعض حاجات اكتر واكتر بس ده مش معناه ان انت مش ممكن تقابل توقم روح في المراحل السابقة ممكن تقابله عادي ويتطور معاك ويوصل معاك للصحوة الالهية والاستنارة والحاجات دي عادي انا بتكلم على المرحلة دي ممكن تلاقي فيها توقم الروح اسرع من المراحل اللي قبله كده الدرس التامن حقيقة الحياة نفسها بتتأكد فعلا رغم انك كنت عارف ان الحياة ما تستحقش الطهمة والدلقة والحزن والزعل قوي كده صحيح اه حيمر عليك مواقف وتزعل لكن سرعان بيروح منك الزعل ومش بتطول في البكاء كتير اخرك ربع ساعة ولا حاجة معدتش محروق دمك قوي على المكاسب المادية او ان انت تغير مكانك او الهجرة او الزواج او اي حاجة لانك ببساطة بقيت عارف كويس قوي ان اللي خليك تتطور وتوصل للمرحلة دي دلوقتي واللي هو ربنا طبعا هو برضو ربنا نفسه اللي حيخليك تعدي اللي جاي ده مش معناه انه طموحك يموت لكن انت معدتش متعلق بشيء وده بيؤدي الى التسليم بمنتهى القناعة والرضى باختيار الله لك حتى الناس وانت ماشي في الشارع معدتش مركز في حالهم ولا في شكلهم كلهم يعني تقريبا انت حاسسهم كلهم شبه بعض معده طبعا توقم الروح واعلم عزيزي المشاهد لو انت وصلت للدرس ده وانت لسه بتحقد وبتحسد الاخرين او يعني بتقول اش مانا ده حصله كذا وده احسن مني وبتاع يبقى اهدم اللي فات كله ملوش اي لازمة الدرس التاسع التناغم الكوني انت بقيت حنون مع جميع المخلوقات حتى لو في قطط او كلابة الشارع بتحب تديهم اكل رغم ان دي ما كانتش عطك اصلا بقيت بتفضل الطبيعي في كل حاجة سواء اماكن او اكل او مظهر بقيت فاهم الاحداث ماشية ازاي وان كل واحد هو السبب في اللي هو فيه دلوقتي بقيت فاهم الترددات والطبيعة بتاعتها عندك حالة كده حاسس انك انت الكون والكون انت الدرس العاشر الاتجاه لمعرفة موراء الطبيعة والروحانيات والعوالم الاخرى ما هو الملاك الحارس مش هيفضل سايب وعيك في الوضع العادي ده كتير لازم هيخليك تهتم بمعرفة المجهول والمورائيات والروحانيات لانها اساس حاجات كتير جدا فبعد ما انت كنت مش فهمها وممكن كنت بتضحك على كلام اي حد بتكلم فيها وتتهمه بالجنون بقيت مؤمن جدا بكل شيء غير مرئي وبقيت بتحب تعرف عنهم معلومات وتقرأ كتب وتسمع قنوات تتكلم فيها بل وكمان تبتدي تربط ما بين اللي بيحصل في العوالم دي وبين اللي بيحصل لك خصوصا لو حبيت تتواصل مع نورانيات منهم من اجل مساعدتك في تطوير رحلتك الدرس الاخير السماح بالرحيل والنقاء ودي مرحلة مهمة جدا خصوصا انها اخر واحدة الواحد بيوصل فيها انه بيسمح لأي حاجة مؤزية انها تمشي وتنتهي من حياته بدون ما يوجع دماغه حتى اللي بيضايقوه مش بيرد عليهم لو في موقف مؤزي وضايقو بيسمح من داخله ان الموقف ده يمر بدون ما يأثر على نفسيته حتى لو خيانات حد مهم في حياته برضو بيسمح لها بالخروج من حياته بمنتهى التسليم القدري وبدون حزن او زعل او اهرى حتى لو واحدة مثلا كانت بتحب واحد ولاقته راح يختار غيرها وتجوزها بتسيبه براحته والله يوفقك بقى وبينتهي الموضوع من اي خسير لان خلاص في مرحلة من النقاء الروحي بيكون وصلها الانسان دا وتعلمها بيكون مش عايز يخرب النقاء اللي هو وصل وده بعد السلسلة المريرة اللي مر بيها هو في حالة سلام داخلي صعب يتهد لانه لو يتهد حيرجع عشرات الخطوات وراء وهو مش عايز كده بكده انا الحمد لله خلصت الحلقة ياريت تقولولي مين خلصت دروس دي كلها ومين وصل لانهي درسة غاية دلوقتي يعني تمنوني على التطور بتاعكم واتمنى فعلا ان الحلقة تكون عجبتكم وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني بارواحكم الجميلة هنا متنسوش زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد سلام عليكم